بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مهم جدا هنتكلم فيه عن طريقة سهلة تقدر من خلالها انك تنشئ بطاقات دفع افتراضية بدون حاجة الى توثيق الهوية الخاصة بك او تقديم اي وثائق من اي نوع كمان ان شاء الله يكون معنا جيفاوي هنعمل توزيع لست بطاقات قيمة كل بطاقة منهم خمسين يورو تقدر تستخدم البطاقات دي للدفع اونلاين وان شاء الله في الفيديو ده هنعلن عن شروط المسابقة وازاي انك تقدر تشارك فيها الطريقة اللي نستخدمها النهاردة تتمت على منصة روكادور وهي واحدة من المنصات الممتازة جدا في شراء وبيع العملات الرقمية بطريقة لا مركزية المنصات اللا مركزية بتسمح لك انك تتعامل بالعملات الرقمية بالبيع الشراء والتبديل بدون حاجة الى المرور بعملات الكي واي سي او نويور كاسمر عملية توثيق الهوية كمان منصة روكادور واحدة من افضل المنصات حاليا اللي تقدر من خلالها انك تشتري العملة المشفرة مونيرو بعد طبعا ما تم ازالتها من معظم منصات التداول بسبب ان هي طبعا من العملات الخصوصية اللي بتمنع او بتكسر حلقة البلوكتشين وبتمنع تتبع المعاملات وطبعا بيستخدمها معظم الناس اللي هي عايزة تحافظ على خصوصية معاملتها على الانترنت فيديو النهاردة هيكون مقتصر فقط على شرح الجزء الخاص بانشاء البطاقات الافتراضية على المنصة هنتكلم حرفيا عن كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها ازاي انك تقدر تحصل على البطاقة دي ايه شروط استخدامها ايه هي المنصات او وسائل الدفع او المواقع اللي بتقبل البطاقة دي انا جربتها بشكل شخصي وهقول لكم ان شاء الله على الخدمات اللي قدرت ان انا استخدم البطاقة عليها واخرنا هتكلم عن كيفية تفعيل البطاقة دي وازاي نقدر نحن نتابع المعاملات الخاصة بها من لوحة التحكم اللي هيتم توفرها زي ما احنا شايفين ده بيكون شكل المنصة لما تدخل لها من اللينك الموجود في وصف الفيديو عندنا نوعين من البطاقات نوع بعملة اليورو وهي نوع بعملة اليو اس دي او الدولار الامريكي البطاقة الموجودة باليورو دي البطاقة الافضل من حيث الاستخدام وهي اشتغلت معي على خدمات اكتر بيكون فيها ميزتها ان هي بتكون مفيش فيها رسوم على تغيير العملة يعني لو انت رفعت بمثلا البطاقة باليورو وانت رفعت بعملة مختلفة عن اليورو مش بيكون فيه رسوم على عملية تحويل العملة او الدفع بعملة مختلفة على عكس البطاقة اللي هي بالدولار بيكون فيه رسوم تحويل عملة اثنين في المائة البطائق اللي باليورو لحد الادنى لازدارها خمسين اه يارو انا اتكلمته معه فريق المشروع وهم قالوا ان هما بيحاولوا حاليا اه يوسروا بطاقات بتكلفة اقال ممكن يكون في قريبا بطاقات بخمسة عشرين يورو لكن حاليا اقل البطاقات في اقدر تطلبها آآ بيحي بطاقة بي مبلغ او تكلفة همسين يورو لو هتطلب آآ بدولار بيكون عندك خيار خمسة وعشرين دولار بطاقات بخمسة وعشرين آآ دولار زي ما هنشايفين. لحد الادنى للطلب بطاقة الدولار بخمسة عشرين دولار. ولحد الاقصى تقدر تطلب بطاقة بتكلفة الف يورو. يكون فيها رصيد الف دولار او الف يورو. الخيارين متوفرين. وكلا اي نوع من انواع البطاقة دي مش بتحتاج انك تقدم اي وثائق او تمر بعمل التوثيق الهوية عشان تطلبه. انت معك رصيد او بطاقة تقدر تطلب بطاقة برصيد حتى الف دولار او الف يورو. بالنسبة لي وسائل الدفع وسائل الدفع المتوفرة هي بالعملات الرقمية زي ما احنا شايفين. تقدر حتى الناس اللي هي عايزة تحصل على بطاقة بدون تقديم اي معلومات تقدر تدفع بعملة لو انت تقدر او تعرف ازاي تقدر تستخدم النوع ده من العملات. تقدر انك تدفع تكلفة البطاقة بعملات رقمية كتير جدا. لكن انا بحضر انك تستخدم العملات مستقرة زي او وطبعا متوفر الدفع بيها على شبكات مختلفة زي او 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 غيرها من الشبكات. دي ببساطة الطريقة اللي انت بتعتمد عليها لطلب البطاقة. تحدد نوع البطاقة سواء باليورو او بالدولار. بتحدد وسيلة الدفع اللي انت هتستخدمها. وهنا بتكتب الايميل خاص منك ودي خطوة مهمة جدا لان الايميل ده هيتبعت لك عليه التفاصيل الخاصة بالبطاقة. واللينك في تفعيل البطاقة. بالنسبة لمصاريف اصدار البطاقة. مصاريف اصدار البطاقة بتكون اتنين دولار زائد تلاتة في المية من مبلغ الرصيد اللي انت هتشحنه في البطاقة. يعني لو اخترت مسلا ان انت هتشحن او هتشتري بطاقة بمية يورو هيكون في رسوم اتنين دولار زائد تلاتة يورو. وهكزا حسب المبلغ اللي انت عايز تشحن بالبطاقة. وطبعا زي ما قلنا لو اخترت البطاقة اللي باليورو مش بتحتاج انك تدفع اي رسوم تحوي العملة لو دفعت به عملة مختلفة. البطاقة تقدر تطلبها من اي دولة في العالم مفيش اي قيود على طلب البطاقة. لكن بيكون في مشكلة في تفعيل البطاقة لو انت موجود في دولة من الدول المفروض عليها حظر زي مسلا سوريا او ايران او غيرها من الدول دي. ان شاء الله في نهاية الفيديو لو انت مقيم في دولة من الدول اللي هي عليها مفروض عليها قبات. هقولك على طريقة ممكن تستخدمها عشان تتجاوز خطوة تفعيل البطاقة وتقدر تفاعل البطاقة بشكل نجاح. دلوقتي هنعمل شرح عملي على كيفية طلب البطاقة. هنعمل مثال بالبطاقة الخاصة بعملة اليورو زي ما قلت هي البطاقة اللي قابلت معي في اكتر الخدامات اللي انا جربتها عليها. بعد كده نختار العملة اللي احنا هندفع بيها عملة اليو ازي تي على شبكة الترون. واخيرا هنحتاج ان احنا نكتب الايميل الخاص بنا. ونختار او نعلم على ان احنا مش مقيمين في دولة من الدول المفروض عليها بعقوبات. وبعد كده نضغط على شراء. نوطة مهم جدا نحابب اتكلم عليها قبل نتكلم عن الجزء الخاص بالدفع. اطلب البطاقة من متصفح ما يكونش بيستخدم ادوات حجب زي ما استعمل متصفح كمان لو بتستخدم متصفح عادي وقف او عطل اداة منع الاعلانات عشان ده بيعمل مشاكل في عملية الانشاء المعاملة لدفع تكلفة البطاقة. لو انت بتستخدم متصفح او اداء لحجب الاعلانات ممكن يعملك مشاكل في صفحة الدفع وتعملك مشاكل في عملية الدفع الخاص بك. فتأكد انك تستخدم متصفح زي متصفح وما يكونش عليه اي اضافات لمنع الاعلانات عشان ما يكونش فيه اي مشاكل لانشاء معاملة لدفع تكلفة البطاقة. زي ما احنا شايفين لما بتطلب بطاقة بيتحول الى صفحة بشكلة. تعالوا نشوف التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرفها. اولا تكلفة البطاقة خمسين يورو. دي او رسوم طلب البطاقة. دي الشركة اللي بتوفر لنا البطاقة الفيزا. ونوعها طبعا نوع البطاقة فيزا. البطاقة اللي هي كانت باليو اس دي. آآ بنطلوبها بيكون نوعها زي ما احنا شايفين بيكون نوعها ويبطاقات الفيزا زي ما احنا شايفين بيكون نوعها لكن بطاقات اللي هي باليورو بيكون نوعها فيزا. دي حاجة برضه مهمة لان بطاقات الفيزا بتكون مقبولة اكتر ويتكون مشاكلها اقل من حسب التجربة الخاصة بيا. بعد كده بيكون عندنا تفاصيل التحويل. هنا عندنا ده مبلغ التحويل لتكلفة البطاقة زائد الرسوم. وطبعا بيكون عندنا العملة اللي احنا اخترناها وتكون عندنا الشبكة الخاصة بالعملة. هنا بيكون تفاصيل التحويل بيعطيك او عنوان التحويل اللي انت لازم تحول عليه المبلغ ده بالزبط. بتعمل الناس خليل المبلغ ده. وتكتبه فيه المحفظة الخاصة بك وتبعته على العنوان ده. لو انت بتستخدم الموبايل. تقدر انك تفتح المحفظة الخاصة بك محفظة الكريبتو وتعمل سكان لي كود ده ويتحول المبلغ بالزبط بنفس التفاصيل الى العنوان اللي امامنا حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نعمل التحويل ده خلال تلاتين دقيقة فقط زي ما احنا شايفين التاريخ الانشاء للمعاملة الساعة ستة مسلا وتمان دقايق الساعة ستة وتمانية وتلاتين دقيقة بيكون المعاملة دي او المعاملة دي اصبحت بتكون انتهت صلاحياتها فهتأكد انك تحول او تعمل اتمام للتحويل خلال تلاتين دقيقة بعد كده عندنا هنا الاي دي ده ده شيء مهم جدا لازم انك تسجله عشان لو حصلت اي مشاكل في المعاملة تقدر انك تتواصل مع دعم الموقع دعم بتاقهم تسجيدا عن تقربة شخصية بتواصل معهم عن تليجرام ولو في اي مشكلة في المعاملة بتوفر لهم الاي دي الخاص بالمعاملة بتاعتك اللي هو بيكون بالشكل ده وهما لو في اي مشكلة هما بيساعدوك على حلها ان شاء الله دي كده كل التفاصيل انت محتاج تغرفها دلوقتي لازم تعمل التحويل من المحفظة الخاصة بيك ووقت ما عملت التحويل تقدر انك تضغط على ريفرش عشان تشوف لو المعاملة اصبحت مكتملة ولا لا طبعا لو المعاملة اصبحت مكتملة ووصل الرصيد الى المحفظة بيظهر لك في المكان ده ان المعاملة تمت بنجاح وتقدر وقتها انك تروح للاميل اللي انت استخدمته هتلاقي تفاصيل تفعيل البطاقة وصلت الى المحفظة الخاصة بيك تعالى دلوقتي نعمل عاملتي الدفع ونشوف المسالة اللي هتوصلنا على الاميل وازاي نحنا نتعامل معها ونقدر ان احنا نفعل البطاقة دلوقتي بعد ما انتهيت من دفع تكلفة المعاملة وحولت المبلغ الى عنوان محفظة هنلاحظ ان او حالة المعاملة تاعتنا اتغيرت ودلوقتي بقت دفعة تم استلامها وبيتم معالجة الاردر الخاص بينا كل اللي احنا محتاجين نعمل دلوقتي ان احنا نروح الى الاميل اللي احنا استخدمناه ونشوف هل وصلتنا رسالة من الموقع فيها معلومات البطاقة او رابط التفعيل الخاص بالبطاقة ونشوف ازاي نقدر نفعل البطاقة من خلال الرابط اللي وصلنا زي ما احنا شايفين بالفعل وصلتنا رسالة من الموقع فيها معلومات البطاقة الخاصة بينا فيها المبلغ المشحون بطاقة خمسين وفيها او العملة اللي هي اليورو. ودلوقتي معنا او الرابط اللي احنا نقدر نستخدمه للحصول على البطاقة والوصول الى المعلومات الخاصة بها. كل اللي احنا نحتاج نعمل دلوقتي ان احنا نعمل نسخ للينك التفعيل الخاص بالبطاقة. ونفتح الرابط ده عشان نشوف ازاي نقدر نفعل البطاقة الخاصة بنا. هندخل دلوقتي الى الرابط الخاص بتفعيل البطاقة. زي ما احنا شايفين ظهرت البطاقة الخاصة بنا. بطاقة قيمتها خمسين يورو هنضع على رديم او استرداد عشان نفعل البطاقة بطلب منها دلوقتي مجموعة من المعلومات البريد الاكتروني ده هنستخدمه لاستقبال اشعارات لما بنعمل عملية دفع من البطاقة وكمان بطلب منها الاسم الاول والاسم الاخير ممكن كمان يطلب منك عنوان لو انت مقيم في دول معينة لو مطلبش منك عنوان وانت بتدفع بالبطاقة تقدر تستخدم اي عنوان مفيش اي مشكلة بعد كده هنضغط على الموافقة على اتفاقية حمل بطاقة وسياسة الخصوصية واخيرا نضغط على تفعيل البطاقة بعد الضغط على التفعيل زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بعالج الطلب الخاص بنا وبكده احنا نجحنا في تفعيل بطاقة بتحولنا الى الوحة التحكم الخاصة بيها هنا بيعرض لنا السعر الصرف الخاص بالبطاقة بانها باليورو بيعرضنا هنا تكلفة اليورو او سعر اليورو مقابل الدولار لو هتدفع بعملة من العملتين دول وزي ما احنا شايفين نصيص البطاقة حاليا خمسين يورو او اربعة وخمسين دولار وتسعة سنت بعد كده بسألنا هنا عن الاشعارات الخاصة بالمعاملات هل انت حابب تستطيع الاشعارات على رقم الموبايل او على البريل الالكتروني اختار طبعا الخيار المناسب لك لما بتعمل عملية الدفحة باستخدام بطاقة هيوصلك اشعار سواء على الايميل او على رقم الموبايل لو انت حابب في الجزء الاعلى زي ما احنا شايفين بيزهر لنا معلومات البطاقة اسم الحامل البطاقة ستاشر رقم خاصة بالبطاقة وطبعا تاريخ انتاء الصلاحية وارقام اللي بنستخدمها للدفع تقدر دلوقتي تعمل حفظ للرابط ده عشان ده رابط لوحد التحكم اللي انت من خلاله تقدر توصل الى البطاقة الخاصة بيك وتتابع المعلمات الخاصة بيها المعاملات اللي انت عملتها والتغير في رصيد الخاص بيك بكل سهولة من خلال رابط مش هتحتاج انك تعمل تسجيل دخول باي معلومات او اي شي فقط من خلال الرابط ده تقدر انك تتابع التفاصيل الخاصة بالبطاقة دلوقتي ان شاء الله هنبدأ ان احنا نعمل مجموعة تجارب لدفع بالبطاقة ونشوف مع بعض ايه هي الخدمات اللي نجحت في استخدام البطاقة عليها ونكمل مع بعض الفيديو بعد استخراج البطاقة وتجاروتها على عدة موقع النصات تعالوا نشوف ايه الموقع اللي احنا قدرتنا ندفع عليها باستخدام البطاقة اول موقع جربته كان موقع نيم تشيب موقع الاصطلافاتوي الدومينات الشهير قدرت ان انا ادفع عليه باستخدام البطاقة بعد كده موقع نستاند جيمينج موقع لي شراء مفاتيح الالعاب قدرت برضو ان انا ادفع عليه باستخدام البطاقة بعد كده اا جربت البطاقة على الموبايل وقدرت اننا اربطها مع جوجل باي واستخدمتها لدفع او شحن رصيد على تطبيق باستخدام جوجل باي. فالبطاقة اشتغلت معي بنجاح على جوجل باي واكيد اتشتغل معك لو عايز تستخدمها على ابل باي. اه ادرت برضو ان انا استخدم البطاقة للدفع على موقع يودمي موقع الكورسات الشهير. ادرت ان اشتدي كورس باستخدام البطاقة. وهنا ملحوظة ان انا على جوجل باي وعلى يودمي ادرت ان ادفع بالجنيه المصري. يعني هنا تقدر دفعت بيه الدولار ودفعت بيه عملة واختلفة وهي الجنيه المصري. والبطاقة عملت او التحويل بدون اي مشاكل وحسب السعر الرسمي. اخيرا ادرت ان انا اعمل اعلان واستخدمت البطاقة لدفع اعلان او دفع تكلفة اعلان على فيسبوك. فلو انت بتستخدم اعلانات فيسبوك البطاقة دي ممكن تكون حل كويس ليك لو عايز بطاقة تستخدمها لعمل اعلانات على فيسبوك. زي ما احنا شايفين كل المعاملات تمت بشكل ناجح وقدرت ان انا ادفع على المنصات دي بالبطاقة بدون اي مشاكل وهنا ظاهر الرصيد المتبقي من البطاقة بعد الدفع او بعد المعاملات اللي انا عملتها على المواقع زي ما احنا شايفين. هنا النقطة مهمة حاببت ان انا نقوي ليها ان امور القبول يعني الدفع باستخدام البطاقة ممكن يختلف حسب الدولة اللي انت مقيم فيها. فممكن البطاقة تشتغل معك في الدفع الخدمات عاري جدا زي ما حصل معايا. او ممكن يكون في اختلافات زي ما قلت حسب الدولة اللي انت مقيم فيها. وده بيرجع تحديدا الى الخدمة او مزود البطاقات اللي هي الشركة دي هي اللي بيتحكم في الامر ده. فانا انصحك في البداية انك تستخرج البطاقة بتكلفة او ارخص بطاقة بعد كده تجربها تشوف هالبطاقة دي هتنجح في الدفع الاغراض اللي انت عايزها ولا لا وبعد كده لو نجحت ان شاء الله تقدر تطلب بطاقات بتكلفة اعلى. خلونا نشوف في دلوقتي مجموعة من اسئلة حول البطاقة وبعد كده نتكلم عن الجذاوي اللي معنا والست بطاقات اللي احنا هنوزهم ان شاء الله من خلال الفيديو ده. اولا هل يمكن شحن البطاقة بعد اصدارها? لا يمكن شحن البطاقة. وقت ما البطاقة صدرت خلاص واتبعت لك لينج التفعيل ما تقدرش انك تشحن رصيد البطاقة. هل يمكن تسحب رصيد البطاقة بعد اصدارها? برضو ما تقدرش انك تسحب رصيد البطاقة بعد اصدارها كل اللي انت تقدر تعمله بالرصيد ده هو انك تدفع بالبطاقة. كم عدد البطاقات اللي انت تقدر تطلبها من الموقع? ما فيش حد اقصى على عدد البطاقات اللي انت تقدر تطلبها. بالنسبة للعنوان اللي انت تستخدمه لدفع البطاقة زي ما قلت البطاقة مش بتكون مرتبطة باي عنوان. استخدم العنوان اللي انت حبه. حتى لو مش حاجز تستخدم عنوانك الحقيقي استخدم اي عنوان تاني مفيش اي مشكلة. هل يمكن طلب البطاقة من اي دولة? ايوة يمكن طلب البطاقة من موقع تروكادور من اي دولة في العالم. لكن النقطة التانية والسؤالي البعد هو هل يمكن تفعيل بطاقة من اي دولة? وده بيكون في اختلاف لان زي ما قلت موقع تروكادور ما لهش علاقة بعملات الحظ. التفعيل بطاقة بيتم من خلال مزاود الخدمة الشركة اللي احنا اه ذكرناها سواء كانت الشركة بتصدر الفيزا بطاقة الفيزا او الماستر كارد وهنا بيكون في المشكلة لو انت مقيم في دولة من الدول اللي هي مفروض عليها عقوبات هيحصل لك مشاكل في تفعيل البطاقة تعالوا كده نشوف الدول دي زي ما احنا شايفين اللين كده سوي لكم ان شاء الله برضو في وصف الفيديو ده بيتكلم عن الدول اللي هي تقدر تستخدم البطاقة بالنسبة لي اليورو هنا بيكلمنا البطاقات اللي هي باليورو تقدر انك تستخدم البطاقات اللي هي باليورو لو انت مقيم في اي لولة كل الدول دي مقبولة وتقدر انك تنفق او تدفع باستخدام البطاقة على اي خدمة من خدمات موجودة في الدول دي عشان كده كنت نصحت في بداية الفيديو انك تستخدم بطاقة اليورو لان مشاكلها قل ويبتقبل على كبير من الدول بالنسبة للبطاقات اللي هي بالدولار بيكون بعضو مقبولة في معظم دول العالم لكن باستثناء الدول دي مش هيكون متاح لك انك تدفع ببطاقة الفيزا داخل اي خدمة موجودة داخل دولة من الدول دي كمان هيكون في مشاكل لو انت مقيم في دولة من الدول دي وحاولت انك تضغط على رابط تفعيل البطاقة البطاقة مش هتتفعل ويمزود الخدمة بيعمل حظ لعملية التفعيل في الحالة دي ممكن انك تجرب تفعيل البطاقة عبر او انك تستخدم بروكسي يكون بروكسي مدفوع ان شاء الله في وصف الفيديو هسيب لكم اه شرح مختصر كده ايه اللي انت هتقدر تعمله لو انت مقيم في دولة مثلا زي العراق او زي اه مسلا تركيا وحابب انك اه تستخدم البطاقة دي ازاي انك اه ايه اللي ممكن تجربه عشان اه تتجاوز خطوة اه وعقبة التفعيل داخل دولة من الدول المحظورة اه فارجع الى وصف اللي ان شاء الله هسيب لكم تفاصيل كده ممكن تعملوها لتجاوز الخطوة دي بعد كده بالنسبة لربط البطاقة مع بيبال اه انا مجربتش بصراحة ربطها مع بيبال لكن اعتقد ان البطاقة اه تتربط مع بيبال ما فيش فيها اي مشكلة خصوصا بطاقة اللي هي باليورو لانها بطاقة من نوع فيزا فان شاء الله هتنجح معك في اه رات مع بيبال وزي ما قلت ده بيعتمد برضو على جنسية الحساب البيبال وعلى الدولة اللي انت مقيم فيها اخيرا هل يمكن ربط البطاقة مع جوجل باي وابل باي ايوة انا جربت مع جوجل باي والبطاقة ربطت بدون اي مشكل وقدرت ان انا ادفع بيها اخيرا بنسبة للجيفاوي اللي معانا النهاردة زي ما قلت احنا معانا ست بطاقت قيمة كل بطاقة منهم خمسين يورو ان شاء الله هنوزعهم على مسبتين الاولى على يوتيوب لو انت بتشوف الفيديو ده اعمل لايك لي الفيديو واعمل شير واعمل لنا كومينت على الفيديو اللي انا رأيك في البطاقة ان شاء الله الناس اللي عملت ثلاث شروط هيتم اختيار ثلاث اشخاص منهم كل واحد هيفوز ببطاقة من بطاقات اللي هيتم توزعها على مسبت اليوتيوب بالنسبة لمسبت فيسبوك هيكون في منشور عن البطاقة ان شاء الله عشان تكون مؤهل لمشاركة في المسبقة على فيسبوك اعمل لايك وشير لي الفيديو واكتب لنا تعليق على المنشور على فيسبوك تقدر تشارك في مسابت اليوتيوب ومسابت الفيسبوك مفيش اي مشكلة وان شاء الله الاعلان عن الفائزين هيكون خلال 48 ساعة على قناتنا على تليجرام ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى نهاردة تكونوا استفدتوا لاي حد عنده استفسار عن اي حاجة وردت في الفيديو سبنا كومنت اسفل الفيديو وان شاء الله جابك عن استفسارك ما ننسوش نعمونا بعمل شير لي الفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته